عشية العام 2023 بلغ عدد سكان فرنسا 68 مليون مواطن بعد ولادة 723 ألف طفل عام 2022 بارتفاع سنوي بلغ 0.3 برغم ذلك فإن هذا الرقم سجل انخفاضا تاريخيا لم تشهده البلاد في السنوات السبعين الماضية بحسب منظمة الإحصاء الأوروبية الأطباء يعزون السبب لأمور اجتماعية واقتصادية لا طبية ليس هناك أسباب طبية مباشرة لعدم الإنجاب ولكن عمر الإنجاب المتوسط لدى السيدات الفرنسيات هو 30 عاما ففي هذا العمر سيدات أو غثمان تنجب طفل واحد يعني تكتفي السيدة الفرنسية بإنجاب طفل واحد فقط ولد في العام المنصرم 723 ألف طفل في فرنسا ومات 667 ألف شخص في العام نفسه لأسباب تتعلق بالشيخوخة واستمرار جائحة كورونا وموجة الحر بداية الجائحة اعتقد الأزواج أنهم سينقلون الفيروس لموليدهم خافوا من المرض ومن المستقبل نهيك عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسباب الاقتصادية وتراجع المعونات الاجتماعية للأزواج وارتفاع تكلفة المعيشة والحضانات أسباب حدت من نسبة الإنجاب ودفعت العائلات إلى التفكير قبل اتخاذ قرار بإنجاب أكثر من طفل للأسف المشكلات الحالية الاقتصادي وتضخم غياب العمل تحول دون أن نتزوج وننجب أطفالا الحياة اختلفت وأصبحت أكثر ديناميكية أمي مثلا أنجبت ثمانية أطفال فرنسا ليست استثناء أوروبيا حيث قالت منظمة الإحصال الأوروبية إن عدد سكان قارة أوروبا قد انخفض في العامين الماضيين وذلك بسبب إغلاق باب الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا ما أسهم في عدم ولادة آلاف الأطفال الجدد النمو السكاني يساوي تقريبا الفرق بين عدد الولادات وعدد الوفيات سنويا وبرغم تراجع الولادات في فرنسا فإن هذه البلاد ما زالت الأولى أوروبيا من حيث الخصوبة يضاف إلى أسباب التراجع ارتفاع نسب الطلاق والعزوف عن الارتباط وأيضا العنف الزوجي المرتفع جدا بين صفوف الفرنسيين محمد الحجي العربي باريس